السلام عليكم ومع درس المثنى الذي يعرب بعلامات فرعية وهو النوع الثاني من أنواع الكلام الذي يعرب بعلامات فرعية بعد الأسماء الستة سوف نتحدث عن درس المثنى في مجموعة من النقاط هي تعريف المثنى وإعرابه والملحق به أولا تعريف المثنى تعريف هو اسم يدل على اثنين بزيادة في آخره صالحة للتجريد وعطف مثله عليه وهناك تعريف ذكره ابن هشام أيضا وهو ما وضع الاثنين وأغنى عن المتعاطفين اللغة العربية أساسا تعتمد الإيجاز والاختصار فمن باب الإيجاز المثنى بدلا من أن أذكر أقول حضر طالب وطالب أقول حضر طالبان فأوجزت الكلمات الثلاث اللي هي طالب وحرف العطف وطالب الآخر وقلت حضر طالبان فهذا معنى ما وضع الاثنين وأغنى عن المتعاطفين أو ما دل على اثنين بزيادة في آخره اللي هي الألف ونون أو الياء والنون أعطينا مثالا المشرفان على الطلاب قديران بدلا من أن أقول المشرف والمشرف قلت المشرفان وبذلا من أن أقول قدير وقدير قلت إيه قديران فهذا اختصار وإيجاز ما إعراب المثنى يعرب بعلامات فرعية فيرفع بالألف نيابة عن الضمة نحو قولك قال رجلاني هنا فاعل مرفوع على مطرفع ماذا الألف لأنه ماذا لأنه مثنى مثنى وينصب بلياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة أو ينصب بلياء نيابة عن الفتحة ولابد أن يكون ما قبلها مفتوح والنون التي بعدها مكسور كقول الله تعالى فوجد فيها رجلين يقتتلان فكلمة رجلين انظر إليها رجلين رجلين مفردها رجل ونونها مكسورة فهو هنا ماذا مثنى مثنى ماله مثنى منصوب وعلامة نصبه ماذا ماذا الياء يجر أيضا بالياء نيابة عن الكسرة كقول الله تعالى قد كان لكم آية في فئتين فكلمة فئتين هنا مجرور اسم مجرور على مجره ماذا الياء نيابة عن عن الكسرة لماذا لأنه مثنى مجرور هنا مجرور بالياء أو على مجره الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى طيب يلحق بالمثنى ألا نتحدث عن الملحق بالمثنى يلحق بالمثنى يلحق بالمثنى أربع كلمات اثنان واثنتان وكلا وكلتة بس أربع كلمات فقط اثنان واثنتان وكلة وكلتا طب لماذا قلنا أن هذه الكلمات ليست مثناة بل هي ملحقة لماذا؟ يلحق بالمثنة في عربي ألفظ تشبه المثنة ظاهرها يشبه المثنة ولكن حقيقتها ليست مثنة لماذا؟ لأن حد التعريف لا ينطبق عليها يعني حد التعريف في التعريف نقول في زيادة صالحة للتجرد يعني اثنان واثنتان مثلا لو أننا حذفنا منها منهما الألف والنون أو الياء والنون لقلنا اثنين مثلا اثنين ما مفردها؟ هل مفرد اثنان اثن؟ اثن؟ او اثنين اثن؟ هذا لا مفرد لها ما ينفعش لا مفرد لها ولكنها سمعت عن العرب وهي تعامل معاملة المثنة فلذلك قلنا عليها إنها ملحق بالمثنة ظاهرها مثنة ولكن حقيقتها ليست مثنة الكلمتان التاليتان المكملتان للملحق بالمثنة هما كلا وكلتا ولكن بشرط أن تضاف إلى ضمير بشرط أن تضاف إلى ضمير لازم يكون بعدها ضمير وليس اسما ظاهرا تقول كلاهما كلاكما كلتا هما كلتا كلتيكما ولكن لو قلت كلا الطالبين ليست من اسماء السيدة مثل العلم والعمل كلاهما مطلوب انظر كلاهما كلا أضيفت إلى الضمير المثنة لها لكن لو أضيفت إلى اسم ظاهر فإنها تعرب إعراب الإسم المنقص بأن تعرب بعلامات مقدرة على الألف نصبا ورفعا وجرا منع منظورها التعذر كقولك حضر كلا الطالبين كلا هنا ليست من اسماء السيدة وهنأت كلا الطالبين هنا برضي كلا ليست من المثنة وهنا هنأت كلا الطالبين كلا ليست من الملحق بالمثنة وسلمت على كلا أو كلتا الطالبتين على كلتا الطالبتين لأن هنا ليست من الملحق بالمثنى لماذا؟ لأنها مضافة إلى اسم ظاهر كلها هنا ليست من المثنى أو الملحق بالمثنى لماذا؟ لأنها أضيفت إلى اسم ظاهر وشرط إعراب كلا وكلتا إعرابا مثنى وتكون ملحقة بالمثنى أن تكون مضافة إلى ضمير وليس إلى اسم ظاهر ومنها قول الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها كلتا الجنتين آتت أكلها هل كلتا هنا من الأسماء الستة؟ ليست من الأسماء الستة لماذا؟ معذرة ليست من الملحق الملحق بماذا؟ بالمثنى لماذا؟ لأنها أضيفت إلى اسم ظاهر يبقى عندك الملحق بالمثنى أربعة كلمات الملحق بالمثنى أربع كلمات اثنان واثنتان بلا شروط وكلة وكلتا بشرط أن تكون مضافة إلى الضمير وتحدثنا عن أن المثنى إعرابه يرفع بالألف وينصب ويوجر بالياء فإلى درس جديد من الموضوعات التي تعرب بعلامات فرعية وهو جمع المذكر السالم فإلى لقاء ترجمة نانسي قنقر